وعن تحركات إيران على الحدود السورية الأردنية وتهديدها للأمن القومي الأردني ينضم إلينا عبر سكايب بن صيدة مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب السلام عليكم عليكم السلام الأعلام العسكري القوات المسلحة الأردنية يتهم الميليشيات الإيرانية وتنظيماتها الخطيرة باستهداف الأمن القومي للأردن يعني ما هو شكل هذه التهديدات؟ في الواقع هذه ليست اتهامات بل هي إدانة لأن هذه التنظيمات وخاصة حزب الله ومن يتعاون معه سواء في لبنان أو في سوريا إنما متورطة عملية زراعة المخدرات وصناعة حبوب المخدرات وتسويقها الأجهزة الأمنية اللبنانية كشفت الكثير من محاولات التهريب عبر المرافع اللبنانية باتجاه دول الخليج العربي تحديدا باعتبارها دول غنية وبإمكانها تمويل شراء هذه الحبوب المخدرة وكذلك تهريبها إلى أفريقيا ومن أفريقيا إلى الدول العربية ومنها إلى أوروبا أيضا لأن إيران تدرك وميليشياتها أيضا تدرك أن النقاط الضعف هي نقاط الدول الفقيرة والتي تعاني من أزمات اقتصادية والأردن من هذه الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية وتعاني من شكل داخلية أيضا وكما نعرف وكما يعرف الجميع أن هناك خللا ضمن العائلة المالكة مع أزمة اقتصادية خانقة لذلك تحاول إيران استغلال التهريب عبر الأردن مما يعني أن هناك ممكن أن يكون هناك مجموعات من الأردنيين متعاونة أو راغبة في التعاون وبالتالي تمرير أو اعتبار الأردن هو خط مرور للتهريب من الأردن إلى الدول العربية المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الإيرانية تقوم على تمويل ميليشياتها من خلال تسويق المخدرات ثانيا هو إفساد الشعب العربي وشباب الشعب العربي حتى يكون لقمة سائغة إما للتجند في ضمن المجموعات الميليشيوية التي تؤسسها إيران في المنطقة وأيضا لإفساده أخلاقيا بحيث يسهل السيطرة عليه يقع ضحية الإبان بالمخدرات تماما وكذلك بالتالي هو إثارة الفوضى في المجتمع أن المجتمع الذي يدمن شبابه على المخدرات هو عرض للفوضى للجرائم لأحداث كثيرة لذلك إيران تعول على إثارة الفوضى في المنطقة ليسهل عليها الإمساك بها والسيطرة عليها وتسخيرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة إضافة إلى ذلك فإن الأردن هو دولة مهمة بالنسبة لإيران لأنه يحاذي دولة إسرائيل وبالتالي أي خلل أمني سواء حدود السورية الإسرائيلية أو الأردنية الإسرائيلية سوف يعزز من قدرة إيران على التهديد باستهداف أمن إسرائيل وبالتالي حماية أمنها هي لأن إيران تعتبر أن أمنها مضمون طالما هي تهدد أمن إسرائيل وهي تخشى من أي هجوم إسرائيلي عليها أو هجوم دولي على إيران ومفاعلها النووي أو حتى على مانشآتها النووية وأسلحتها لذلك دائما تهدد باستهداف أمن إسرائيل وتعتبر أنه مقايدة مقايدة أمن إيران باستقرار أمن إسرائيل جاء الانسحاب الروسي من جنوب سوريا سواء كانت محلية أو مستوردة من لبنان والعراق والأفرانستان لدعم هذا التوجه الإيراني بتهديد أمن الدول المجاورة وخاصة الأردن إذن هو التهديد لا يقتصر فقط على تهريب المخدرات إنما يمتد إلى أمور أخرى طبعا هو يخدم استراتيجية بعيدة المدى وتهدف إلى ضمان استقرار النظام الإيراني النظام الإيراني يقوم على استهداف أمن جيرانه مقابل عدم استهدافه أمنيا في الداخل الإيران بالتالي قبيل الربيع العربي حذر ملك الأردن عبد الله الثاني مما سمه الهلال الشيعي في المنطقة الآن محللون يصفون هذا الهلال بالبدر ما هي العوامل التي ساهمت في تمدد إيران في العقد الأخير من المؤسف أن الدول العربية والدول الدولية أيضا لم تستوعب حجم التهديد الإيراني لاستقرار المنطقة الشاق الأوسط وحتى استقرار النظام العالمي إيران دولة دينية تهدف إلى نشر مفاهيمها وأفكارها الدينية في مختلف دول العالم وخاصة في دول العالم العربي والإسلامي لأنها تعيش على العداء هي لا تستطيع أن تقدم أفكارا إيجابية لا تستطيع أن تقدم مشروعا بناءا أو مشروعا اقتصاديا هي تقوم على استثارة الغرائز الدينية على فتح ملفات تاريخية على التحريض على بعضنا البعض وهناك انقسام عمودي أصبح الآن في المجتمع العربي بين الأقلية الشيعية والأكثرية المسلمة لذلك إيران بدأت تتمدد وتتغلغل لأن البعض اعتبر أن مشروعها السياسي ويمكن مواجهته سياسيا لكن الواقع غير ذلك تماما لأن إيران دولة دينية تقوم على تغزية الروح الدينية والفكر الديني الذي يقوم على العداء لكل الآخر كل الآخر هو عدو للنظام الإيراني وهو يعتبر خصم للنظام الإيراني وما فيه وفاهيمه وثقافته وهناك عملية عزل للمجتمع الإيراني وللمجتمعات المؤيدة للنظام الإيراني تحت شعار ولاية الفقه والولي الفقه الذي يوجه كل الشعوب لخدمة مشروعه وخدمة مشروع إيران في السيطرة والهيمنة هذا الفهم المتأخر سمح لإيران بالتمدد بكل حرية وما شاهدناه في سوريا من تدخل إيراني ضد الثورة السورية وضد الشعب السوري وتهجير الشعب السوري كان الرد العربي كان ضعيفا جدا والرد الدولي كان مع الأسف غير موازي للهجمة الإيرانية على الوضع السوري وعلى الشعب السوري والقول أن بشار الأسد عاجز عن ضبط الإيرانيين هذا غير صحيح إن لن يكون الجانب الدولي هو الداعم لها بالحديث عن الجانب الدولي إلى أي مدى ترى أن تسارع خطوات إيران في إكمال مخططها التوسعي في المنطقة جاء أو ساهمت به حرب أوكرانيا في تهيئة الفرص لإيران في إكمال هذا المخطط في الواقع حرب أوكرانية لم تخدم إيران كثيرا لأن إيران بدأت تدرك أن الحليف الأساسي لها وهو النظام الروسي العدو الأول للشعب السوري والأمة العربية والإسلامية بدأ يضعف اتباعا على الساحة الأوكرانية وبدأ يظهر هشاشته وعدم قدرته على مواجهة المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي والدليل على ذلك هو سحب الجنود الروس من سوريا إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية وكذلك تجنيد الميليشيات السورية المؤيدة للنظام السوري للدفاع عن النظام الروسي ومهاجمة الدولة الأوكرانية إذن إيران تدرك الآن أن حليفها الأساسي يعاني من أزمة فيتحاول أن ترسخ وجودها في سوريا وتجنيد ميليشيات سورية إلى جانب ميليشياتها العراقية والأفغانية واللبنانية هناك لتعزيز حضورها وتعزيز دورها قبل أن ينقلب الوضع العسكري في أوكرانيا لغير صالح روسيا وهذا ما يبدو قريبا حسب المشاهد العسكرية التي نسمع بها وحسب الوضع الاقتصادي الروسي الذي بدأ يتضعضع كثيرا نتيجة العقوبات الأمريكية وإيران أيضا تعاني من أزمة حقيقية اقتصادية وما نشاهده الآن من المظاهرات المتقاعدين والمعلمين في مختلف الدول المدن الإيرانية تؤكد أن الأزمة الاقتصادية في إيران بدأت تتفاقم وقدرة إيران على التدخل في الدول العربية وغيرها أصبحت تلاشى تدريجيا يعني لو تكلمنا عن هذه النقطة بالتحديد الداخل الإيراني والثورات والمظاهرات التي بدأت تنتشر في مدن إيرانية أزمات إيران الداخلية كيف يمكن أن تستفيد منها الدول العربية يعني استفادة منها لكبح قوة إيران وصدها يجب على الدول العربية ودول المجتمع الدولي أيضا التواصل مع المعارضة الإيرانية وإقامة علاقات وثيقة معها ودعمها حتى تكون أكثر حضورا على الساحة وأكثر حضورا إعلاميا حتى يدرك العالم بأسره ماذا يجري داخل إيران لأن النظام الإيراني يقوم على القمع على اعتقال المعارضين على سجنهم وحتى على قتلهم أيضا وهذا ما شهدناه في مختلف الدول العربية التي دخلت لها إيران سواء في العراق أو اليمن أو سوريا وحتى في لبنان هذا نظام قمعي يقوم على إرهاب الآخر لا يستطيع أن يتحمل أي معارضة سياسية أو إعلامية لأنه نظام ديني يرفض الآخر تماما ويرفض أي فكر آخر لأن فكره هو الفكر الحق وهو الفكر الذي له الأولوية الإلهية ولذلك الأسماء دائما حزب الله أنصار الله دائما اسم الجلالة موجود باعتبار أنه مرتبط مباشرة برب العزة وولي الفقه هو صلة التواصل بين الأرض والسماء لذلك هذا النظام يجب مواجهته من خلال الداخل الإيراني دعم المعارضة الإيرانية تعزيز قدراتها وتعزيز حضورها ودعمها إعلاميا حتى يدرك الجميع ماذا يجري داخل إيران وبالتالي يمكن أن تتعاون الدول العربية مع هذه المعارضة تماما كما تتعاون إيران مع بعض المجموعات الأقلية في العالم العربي لهز استقرارها أو لضرب استقرارها وحتى للهيمنة على بعض أجزائها المفروض المعاملة بالمثل كما تتدخل إيران في الدول العربية يجب على الدول العربية أيضا أن تسعى لفتح علاقات أو قنوات اتصال مع المعارضة الإيرانية وتقديم الدعم اللازم له طيب في ضوء ما تقدم وفي ضوء المعطيات وتحذير ملك الأردن من مخاطر التمدد الإيراني هل يرسب الأردن اليوم مستقبل المنطقة العسكري والسياسي برأيك؟ لا شك في ذلك لأن البيئات المتحدة الأمريكية ودول الغربية لم تعد تتدخل بالمباشر هي أصبحت تعتمد على بعض الحلفاء في المنطقة للتصرف والتحرك ضمن البيئات العربية التي تقبل بعضها البعض كما يعلم الجميع أن العشائر العربية الممتدة على جانبي الحدود بين الأردن والسوريا هي عشائر واحدة وبالتالي تتقبل الوجود الأردني أكثر مما تتقبل جيوش أجنبية سواء كانت أمريكية أو غربية كذلك الشعب في سوريا يريد استقراراً ويريد الخروج من هذا النفق المظلم وهذه الحرب التي لا تنتهي نتيجة تخلي المجتمع الدولي عن دعم الثورة السورية ومساعدتها للخلاص من هذا النظام الذي هجر معظم الشعب السوري وقتل الآلاف ومئات الآلاف وسجن أيضاً مئات الآلاف فلذلك التدخل الأردني قد يكون وشيكاً وكان كلام المسؤول العسكري الأردني واضحاً جداً أن الأردن سوف يضرب بيد من حديد وأنه لن يرضى بأن يبقى الوضع على ما هو عليه وبالتالي إيران لا تملك بديلاً عن هذه السياسة سياسة التهريب سياسة إثارة القلاقل وسياسة استهداف أمن واستقرار كل الدول العربية بما فيها الأردن شكراً لك سيد حسان القطب بودير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات